فرص تجارية وفرتها الدولة للشباب السعودي الطموح كفيلة بتخفيض نسبة البطالة لشباب الوطن نايف وخالد استغلاء الفرصة الذهبية في صيانة الهواتف لينطلقا بفكرة جديدة وهي خدمة العميل في مكانه من خلال عربة مجهزة وخبرة تقنية بذلك الفكرة من مشروع توطيع قطاع الاقتصارات فجأت على باننا فكرة الصيانة ان ندخل في مجال الصيانة لكن المحلات غالية وغلاء الاسعار الجاءنا الى اخذ السيارة وفكرة الصيانة متنقلة اجتمعنا سوى وصوينا الفكرة وطورنا هذا واخدنا دورات حقا صيانة الجوالات طبعا نفس الاجهزة اللي نستخدمها احنا نفسها اللي نستخدمها محلات الجوالات مثلا فكات الباور سوبلاي الهوت اير كلها عدة بسيطة يستخدمونها في صيانة الجوالات الشابان قد لا يكونان الوحيدين في هذا المجال لكنهم استثمران فرصة بالجد والمثابرة فابناء الوطن اولى بخيراته والله فكرة جدا منتازة حيث انها سريعة المفعول على ما قال يعني بدلا لا اعتي جوالي محل وانتظر يوم يومين ولا اثق لا هذا بكل سرية تامة وبكل اريحية يعني في قضون من الساعة الى ساعة الاربع تاخد جوالك واسعار اقل وعمل مضمون الساعة نحو تحقيق النجاحات وتوفير الرزق الكريم لشباب الوطن في كافة المجالات الموذجا اقتصاديا يخدم هذا البلد المعطى شابان سعوديان يقدمان على العمل الحر بفكرة وخدمة مميزة يرسمان الطريق نحو عمل تقني ومستقبل تجاري نادر العتيبي الإخبارية مكة المكرمة